بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا ثلاثة أشياء إذا تذكرتها ستكون من أغنى الناس الحقيقة معظمنا يملك هذه الأشياء الثلاثة ولكن قل ما نجد من يتذكر هذه الأشياء ويتذكر بأنه غني جدا وهو لا يشعر لذلك تجد اليوم حتى الأغنية يلهثون غالبا يعني أو معظمهم يركضون وراء الدنيا وبالتالي لا يشعر أنه غني إذن الغنى هو إحساس إحساس نفسي إحساس عاطفي إحساس قلبي وليس عبارة عن أموال لا الغنى هو إحساس أن تشعر بأنك غني طبعا هذا الكلام ليس كلامي أيها الأحبة هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام دعونا نتأمل مقاله الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم ونتدبر هذا الكلام النبوي الرائع النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافرها سبحان الله انظروا الحديث يتحدث هنا عن من أصبح يعني هو يعطيك مدة زمنية هي يوم هي فقط يوم لم يقل الحديث من ضمن أنه سيكون آمنا خلال سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات أو من ضمن الأمان لأولاده عبر مئة سنة أو أو لا هو يتحدث عن يوم يعني أراد النبي أن يوجه تفكيرك أن لا تفكر كثيرا للمستقبل لأنك قد لا تعيش فكر ما دمت استيقظت من النوم من أصبح يعني استيقظ من النوم فوجد نفسه آمنا لا يوجد من يهدده فوق رأسه لا يوجد من يهدده بالقتل مثلا لا يوجد من يريد أن يعتدي عليه لا يوجد من يريد أن يؤذيه ومعظم الناس لديهم هذا الوضع الآمن على الأقل يوم يعني من أصبح إذن نحن اليوم نخاف من المستقبل نجد أناسا رموا بأنفسهم في البحر من أجل أن يذهب إلى أوروبا على أمل أن يقول لك أريد أن أضمن مستقبل أولادي طيب أنت قد لا تعيش وأولادك قد لا يعيشون الذي يضمن هو الله وليس أوروبا ولا أمريكا ولا كل العالم يستطيع أن يطيل عمرك ثانية إذن أحصر تفكيرك في نفس اليوم لأن التفكير في المستقبل يسبب القلق والخوف والمشاكل النفسية والاضطرابات النفسية ومعظم الأمراض النفسية اليوم سببها التفكير بالمستقبل الخوف من المستقبل لا تفكر وما تدري نفسهم ماذا تكسب غدا ما معنى هذا الكلام يعني لا تفكر وما تدري نفسهم بأي أرض تموت إذن أخي الحبيب عليك أن تفكر بيومك هذا طيب هل أنت آمن من أي تهديد خارجي نعم الحمد لله طيب هل أنت حققت الشرط الأول آمنا في سربه في قبيلته في بيته في مدينته في دولته في مجموعته أي مكان طيب معافا في بدنه طيب معظم الناس معافا وكلنا يتعرض لأمراض بسيطة هنا وهنا وهناك من حالته يعني شديدة نسأل الله العافية للجميع ولكن نسبة كبيرة من الناس تجده معافا في جسدي أو في بدني يعني أنت تضمن أنك اليوم معافا هو النبي يتحدث عن يوم واحد انتبهوا أيها الأحبة طيب عنده قوت يومه حتى الفقير اليوم حتى الفقير أحبتي في الله يعني يمكن أن يكون لديه رغيف أو لديه طعام يكفيه اليوم يعني كثير من الناس لديهم قوت يومهم طبعا لا نتحدث عن الأغنياء أو كذلك ولكن نتحدث عن الحالة العامة للناس أنك إذا دخلت إلى أي بيت يمكن أن تجد رغيف عيش وشيء من أي مادة غذائية يستطيع أن يعيش بها هذا اليوم عنده وقوت يومه يعني أرادك النبي أن تفكر كل يوم بيومه لا تفكر كثيرا ستتعب وأملك بالدنيا يطول ويأتي الموت فجأة لا أنت فكر اليوم غدا مثلا استيقظت من النوم وجدت نفسك آمن هذا هو الشرط الأول وجدت نفسك معافة شرط ثاني تحقق شرط ثالث انظر من حولك هل لديك طعام يكفي اليوم أو يعني تستطيع أن تشتري طعاما لديك مال تستطيع أن تشتري به طعاما ليوم واحد فقط عنده وقوت يومي طيب إذا تحققت هذه الشرط الثلاثة ماذا فكأنما حيزت له الدنيا بحذافرها فكأنما ملك هذه الدنيا بأجزائها لأن الإنسان قد يكون لديه المليارات ولا يستطيع أن يتمتع بها لأنه غير معافة مريض إنسان قد يكون لديه المال ولكنه مهدد غير آمن فإذا أخي الحبيب بناء على ضوء هذا الحديث نجد أن معظم الناس أغنياء وعلى الرغم من ذلك نجد أن معظم الناس يشكو الفقر يشكو القلة لأن الحقيقة الغنى غنى النفس يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف أن تكون غنية النفس هذا هو المطلوب هذا الذي أراده مننا النبي عليه الصلاة والسلام طيب ما فائدة ذلك فائدة ذلك أنك ستتخلص من الهموم يعني أنا عندما أنظر إلى أنني غني مدام تحققت ثلاثة شروط الأمن والغذاء والعافية ولمدة يوم واحد مدام تحققت هذا اليوم لدي غذاء وأمان ومعافى إذن أنا من أغنى الناس فيجب أن لا أحمل الهم ولا أشكو للناس ولا أشعر بالضيق ولا أشعر بقلة الرزق لا بالعكس أنا غني فأشغل نفسي بذكر الله أشغل نفسي بطاعة الله أشغل نفسي بتدبر القرآن هذا الذي يمنحك السعادة وإلا إذا جلست تفكر من أين سأتي بالمال من أين سأتي بالطعام من أين سأتي بالعلاج من أين سأتي بالكذا الأولاد المستقبل الكذا ستجد أن دماغك عبارة عن كتلة من الهموم كتلة من المشاكل كتلة من الاكتئاب والأحزان وبالنتجة لن تأخذ إلا ما كتبه الله لك لأننا نعلم أن الرزق مكتوب أيها الأحبة ومقدر ولا يستطيع أي إنسان أن يعني يهرب من رزقه سيدركه كما يدركه أجله هكذا هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لذلك أخي الحبيب نصيحة أشعر بهذا الغنى أشعر بحديث النبي العظيم صلى الله عليه وسلم وعش هذه الحياة المطمئنة وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الأغنياء برحمته إنه على كل شيء قدير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته